اشتركوا في القناة خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمشاركة فاعلة من سمولي لاحد أثرت أعمال الملتقة باعتباره منصة وطنية هامة جمعت قيادات العمل الحكومي لتقييم ما تحقق من منجزات والوقوف على التحديات لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية باعتبارها مرتكزات التنمية الوطنية الموجهة لرفعة الوطن البحريني المواطن البحريني بما يتسق مع التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن إيسى الخليفة حفظه الله ورعى وأعربت سموها عن تهانيها بمناسبة النجاح الباهر لأعمال الملتقة وحسن توجهاته الذي اعتبرته نقلة نوعية في إدارة العمل الحكومي لضمان حسن متابعة تطبيق رؤية البحرين والإبراز أهم ناتج عنها من مخرجات انعكست بوضوح على اقتصاد البلاد وكانت خير دليل في مواجهة التحديات وتطويعها لتتواصل وطيرة العمل الوطني بثبات واستقرار وبما يعود بالنفع على المواطن البحريني ورفاهية الاقتصاد واستقراره الاجتماعي وأكدت قرينة عهل البلاد المفدة بأن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل مساعيه لدعم ومساندة أعمال كافة مؤسسات الدولة ومن بينها الحكومة الموقرة التي تعمل بدورها مشكورة على ضمان إدماج احتياجات المرأة البحرينية في المسار التنموي مقدرة سموها متابعة سمو للعهد الحثيث لذلك وتوجيهاته الواضحة بضرورة أن يرتكز برنامج عمل الحكومة على ميزان تكافؤ الفرص بما يحقق للمرأة البحرينية المكانة التي تستحق أن تنالها متمانية لسموه دوام التقدم واستداد لتحقيق المزيد من المكاسب لمستقبل البحرين الواعد والمشرق بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر